فأقول فأدخل عليهم قال نجيب كل واحد يأتي بريال يوم الريال لها قدره يقول كل الطلاب جابوا ريال إلا أنا نسيت يقول يا شيخ أنا مريب فقير أنا مات والدي لكني أغنم من أستاذ إبراهيم هذا أنا أغنم منه لأن والدي ترك لي مال لكني أنا أحتاج إلى رحمة قال فلما رأيت الطلاب كل واحد ينطلع ريال الريال الريال ودخلنا بعد الطابور أسود وجهي أنا أنسيت الريال وخشيت أن الطلاب ينظرون إلي بعيني استغار تصغير أو احتقار فجلست واجم ولاحظ الأب يعرف يقرأ وجهه لابن ولا لا يعرف اللي مزع له وش اللي يرضيه الله يخلنا ولكم معطانا ويرحم من موتانا ويرحم أيتامنا فلما دخل للفصل دائما دخل يناظر في طالب هذا شاف فهد وجهه وعينه متحجر بها الدمع قال يا شباب صفقوا كم صفقنا قال هذه تصفيقة الفهد لأنه عطاني في الطابور قبل حصة أول واحد عطاني ريال وطلع ريال من جيبي ولا عطيته ولا جيته لكن يبغى يرمم هذا البناء المتصدع في قلبي قال يا شيخ والله لي الآن ثلاثين سنة أضحي له مع والدي كل عام وحججت عنه مرتين ولا زلت أرى أني مقصر لأنه فأفاض في قلبي رحمة لا زلت أشعر ببرودتها وأورث ذريتي وأكتب وصيتي أن هذا الأستاذ هذا أبي والدي ما ذقت من بره إلا خمس سنين ما أذكرها أو ست سنوات لكن هذا عاش معي إلى الجامعة